المقال الذي سنعرضه اليوم هو تحت عنوان حزب جديد أم نسخة من حركات الإسلام السياسي وكتب هذا المقال صلاح الدين الجورشي هو إلى حين جهزية الضيف معنا سيد صلاح الدين أمر بشكل سريع على هذه المقالة التي تحدث فيها سيد الجورشي حول احتمالية وجود حزب جديد منشق كما قال أو من المنشقين كما وصفهم عن حركة النهضة نحو تأسيس حزب جديد هناك في تونس أهلا بك أستاذ صلاح الدين معنا مرحبا أهلا بك أهلا بك ليمكن فعلا أن ينجح المنشقون عن حزب النهضة في تشكيل حزب جديد هناك في تونس هذا تحدي الحقيقة هم يأملون في ذلك وأنا أتوقع أنهم سيتوصلون إلى إنشاء هذا الحزب لأن الذين يتفقون حولهم أو يتفقون معهم عددهم لا بأس به وتكلم حزب سياتي لا يحتاج إلى جماهير في البداية أو عدد كبير وإنما يحتاج إلى عدد من الأشخاص المؤمنين بنفس الفكرة ولذلك يمكن أن يتفقوا حول قواعد لعبة لإدارة هذا الحزب لكن المشكلة فقط هي تتعلق أساسا بطبيعة هذا الحزب وبمدى قدرته على تحقيق التميز أو التميز وثانيا الاستمرارية وهذا بطبيعة الحال سيشكل تحديا مهمة لهذا الحزب الجديد نظرا لبقاء حركة النهضة الرقم الأول والفاساسي في ساحة ما يسمى بالتسلام السياس نعم لكن فيماذا أستاذ صلاح فيماذا سيختلف هذا الحزب الوليد عن حركة النهضة الأم يعني إلى حد الآن هذه المجموعة استطاعت أن تثبت أنها مختلفة في إدارة الحوار والتعايش داخل حركة النهضة وبالتالي خروجهم من الحركة أكد بوضوح أن الحركة تعاني من أزمة داخلية حول محاول أساسية وفي مقدمتها إدارة الشأن السياسي والتنظيم داخل الحركة لكن بماذا سيتميلون في المرحلة القادمة؟ هذا هو السؤال الذي إلى حد الآن إجاباتهم تبقى غامبة ومحدودة محدودة يعني في مستوى الإقناع لأن مثلاً هم يطلقون على هذا الحزب بأنه حزب محافظ وإذا قلنا حزب محافظ الفكرة الموجودة حول هذا المصطلح تجعل منهم أن قضية الهوية ستكون قضية مركزية وأنهم سيدافعون عن الهوية الشعب التونسي مقابل ماذا؟ مقابل أطراف دياسية أخرى يطلق عليها بالعلمانيين أو التيار اللائكي أو التيار التغريبي أو غير ذلك وبالتالي وكأنهم سيواصلون في نفس المعارك الكبرى التي خذتها حركة الاتجاه الإسلامي والتي بعد ذلك أصبح حركة النهضة والتي أوقعت هذه الحركة وهذه المعاركة التي أوقعت هذه الحركة في خندق ضيق في مسار ضيق جعل الحركة تدخل فيه سراعات مع طيف واسع من النخب التونسي فهل أن فكرة المحافظة هي فكرة جديدة؟ لا أعتقد أنا فكرة جديدة وذلك عليش هؤلاء يحتاجون إلى أنهم إما أن يفترون ماذا يقفدون بأن الحزب محافظة أو أنهم سيكونون نسخة أخرى من حركة النهضة أي من الإسلام السياسي الموجود بالولد نعم لكن أمام هذه النقطة أيضا يطرأ سؤال آخر أستاذ صلاح يعني كيف تقرأ أساسا الفكرة التي ينطلق من خلالها المنشقون عن حزب أو عن حركة النهضة هم طبعا ينطلقون تحت وطأة حكر القيادة من قبل أشخاص أو أسماء بعينها داخل الحركة على مدى السنين الماضية كيف ترى منطقية هذا الطرح حساسا؟ هو أرى أن تاريخ حركة النهضة والاتجال الإسلامي في تونس كانت في الغالب تحدث سرعات حول مسألة القيادة هذه السرعات حول مسألة القيادة هي سرعات تنظيمية بالطبع تنظيمي منشأها الشخصية قوية لراشد الغنوشي الذي نجح في احتكار وظيفة القيادة وبالتالي أصبح اصطراع معه اصطراع تنظيمي يؤدي في كلمحات إما إلى الاستقالة وبالتالي الذوبان في داخل المجتمع أو إلى خروج مجموعات عندما تتحدث مع عناصرها يعتبرون أنهم اصطدموا بأسرار راشد الغنوشي على قيد الحركة بأي طريقة هو يعتقدها صحيح هذه المسألة في الحقيقة جوهرية وأساسية لأن إذا كان الخلاف التنظيمي هو المحدد فأن الذين ينشقون ويؤسسون أشياء أخرى ستكون هذه الأشياء هي في الحقيقة نسخة إما مطابقة الأصل أو نسخة قريبة لنسخة حركة النهبة التي يقودها راشد الغنوشي فلهذا أعتقد أنه لن يشكل إضافة وإنما سيشكل نوع من إعادة السيناريوات إعادة التشكيلات السياسية وبالتالي الأرضية تبقى أرضية واحدة المشروع المجتمعي سيبقى مشروع وتقارب معناها كثيرا وبالتالي لن يحقق التجاوز المطلوب في هذه المرحلة هل يمكن أن نستشف أيضا كيفية تعامل المجتمع السياسي مع أي حزب جديد خاصة إذا كان منشقا عن حركة النهضة يعني مثلا لو أخرنا الآن موقف الأطراف جميعا من الذين انشقوا عن حركة النهضة حاليا يعتبروا أن الحدث مهم ولكنهم الآن يعتبرونه حدث جزء جزء بالمعنى أنهم لا يرون خلافات جوهرية بين الطرفين بل هناك من يعتبر بأن هذا الخلاف هو نوع من المسرحي ومحاولة التجاوز الأزمة بالقول أن هناك انقسام بينما في الحقيقة لا يوجد انقسام في المعنى الحقيقية الكريمة ويجب أن يكون هناك من التشكيك أنا لا أوافق هؤلاء على التشكيك المستمر في الذين يغراتلون حركة النهضة ولكن هذا يعود في الأساس إلى في الحقيقة طبيعة المشروع على الحزب الجديد الذي لا يزال رامضا ويحتاج إلى كثير من التوضيع ثم الأهم من ذلك أيضا هو الممارسة كيف سيمارسون السياسة هؤلاء المنشقون ونوعية التنظيم الذي سيبنونه ونوعية العلاقات الداخلية التي سيؤسسون لها وخاصة علاقتهم ببقية الأطراف السياسية وخاصة بالمجتمع التونسي أشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر الهاتف عفوان سيد صلاح الدين الجورشي شكرا جزيلا لك